السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث الثاني والزراعي أهلا ومرحبا بكم في مادة النباتات الطبية العطرية قسم إنتاج الحصولات البستانية النهاردة هنتكلم عن حبة البركة الحبة السوداء زي ما احنا بنقول عليها الحبة السوداء وقبل ما نتكلم عن حبة البركة زي ما احنا متعودين ان احنا هنبتدي نسترجع اللي أخدناها الحلقات السابقة تكلمنا الحلقات السابقة عن الكمون تكلمنا عن الكراوية تكلمنا عن الكسبرة تكلمنا عن اليانسون وقلنا ان دول من نباتات العائلة الخيمية النورات بتكون موجودة او الازهار بتكون موجودة في نورات خيمية بعد كده قلنا الاهمية الاقتصادية والطبية لكل نبات منها وقلنا معادة الزراعة ان انا بزرع النباتات الخيمية بزرع في اكتوبر ونوفمبر وقلت طرق التقاصر إزاي أنا بزراعها قلت إن أنا بزراعها بالبزور بعد كده تكلمنا عن إيه هي العمليات الخدمة قبل الزراعة وعمليات الخدمة بعد الزراعة قلنا عمليات الخدمة بعد الزراعة زي عملية الري الترقية التسميد وقلت بالنسبة لعملية الري بتتخلف على حسب نوع النبات يعني مثلا عندي زي نبات الكمون والينسون ده بيحتاج من النباتات الحساسة للراي بيحتاج إلى كمية راي بتكون قليلة لأنه لو حصل أننا زودت فيه الراي معنى كده أن النبات حيصاب بالزبول وممكن يؤدي إلى شلل وموت النباتات فعلشان كده ممكن يجيلي في الامتحان هو بيحتاج قد إيه عدد من الرايات بالنسبة كده الكمون والينسون بيحتاجه من 3 إلى 4 ريات عندي الكراوية بتحتاج من 5 إلى 6 ريات وعندي الكسبرة بتحتاج من 5 إلى 6 ريات بعد كده تكلمنا عنه قلنا إيه مواصفات الخاصة بالتصدير لو أنا عايزة أصدر نباتات العائلة الخيمية سواء كمون كراوية ينسون كسبرة قلت إيه المواصفات الخاصة بالتصدير طبعا أن تكون السمار سليمة ونظيفة لها رائحة طبيعية خالية من أي إصابة بالحشرات وقل تقل نسبة الزيوت العطرية زي ما احنا قلنا عن 3% وقل تزيد نسبة الرماد عن 8% وقل تزيد نسبة الرطوبة عن 8% زي ما احنا متعودين برضو أن احنا بنسترجع بكم سؤال قبل ما ناخد الدرس الجديد تعالوا كده نشوف لو جلنا في الامتحان قال لنا في ضوء دراستك للياسمين البلدي تكلم عن الأهمية الاقتصادية والطبية معاد الزراع كمية التقاوي طريقة التقاصر أنا عندي هنا الياسمين البلدي إيه هي الأهمية الاقتصادية والطبية للياسمين البلدي أول حاجة بيدخل زيت الياسمين في صناعة أفخر أنواع العطور والأصنصات والكلونيات تاني حاجة صناعة مستحضرات التجميل وبيستخدم في صناعة الصابون وفي صناعة البخور بعد كده عندي معاد الزراعة أنا بزرع الياسمين البلدي إمتى يبقى لو جالي في الامتحان معاد الزراعة في الياسمين أنا بزرع الياسمين في مارس وإبريل طب بالنسبة هنا لكمية التقاوي الياسمين بيحتاج قد إيه لزراعة فدان إن أنا بزرع من ألف إلى ألف وربعمائة شتلة دي بتكون للفدان بعد كده عندي طرق التقاصر إزاي أنا بزرع الياسمين بزرع الياسمين بالعقلة الساقية أو الترقيد الأرضي إبقى لو جالي في الامتحان طرق التقاصر في الياسمين إزاي أنا بزرع الياسمين البلدي بزرعه بالعقلة الساقية والترقيد الأرضي بعد كده ممكن يجي ليعلل لما يأتي طبعا أسئلة علل دي شاملة النباتات اللي أنا خدتها طبعا إحنا تكلمنا عن نبات الياسمين نبات العطر نبات البردقوش نبات النعناع قلنا نباتات العائلة الخيمية طب لو جالي في الامتحان قالي يعلل لما يأتي يفضل زراعة النعناع في العروة الشتوية عن العروة الصيفية لأن أنا عندي هنا النعناع أنا بزرعه في عروتين في عروة شتوية وفي عروة صيفية العروة الشتوية أن أنا بزرعه في أكتوبر ونوفمبر بينما العروة الصيفية بزرعه في مارس وإبريل هنا بيقول لي ليه يفضل أن أنا أزرع في العروة الشتوية اللي هو أكتوبر ونوفمبر لأنها تسمح بتكوين مجموعة جزري مناسب قبل دخول الربيع وعند دخول الربيع ده بيساعد على إيه؟ بيساعد على سرعة النمو بيساعد على زيادة المحصول التبكير في الحشة الأولى ده بالنسبة لزراعة النعناع يبقى ده مهم جدا بيجي في الامتحان يفضل زراعة النعناع في العروة الشتوية عن العروة الصيفية قلت يعني أن أنا بفضل أن أنا أزرعه في شهر أكتوبر ونوفمبر عن مارس وإبريل قلنا لأن هي بتسمح بتكوين الجزور قبل دخول الربيع وبمجرد دخول الربيع يبتدي النبات يزيد في النمو بعد كده ممكن يجي لي يقول لي عدم التأخير في حشة النعناع بغرض الحصول على الزيت الطيار يعني أنا لو عايزة أحصل على النعناع أحصل على الزيت الطيار من النعناع يراعي أن أنا ما تأخرش في عملية الحش ليه السبب حتى لا يؤدي إلى قلة المحصول اللي بيحصل ممكن يؤدي إلى جفاف وتساقط الأوراق السفلية وتعرض النباتات إلى الإصابة بدودة ورق القطن والعنكبوت الأحمر في الحالة دي يراع عدم التأخير في حش النعناع قلنا لو أنا عايزة الغرض منه الحصول على الزيت الطيار بعد كده لو جاء اللي يراه عدم قلة الري في النعناع طبعا هنا النعناع عندي من النباتات المحبة للري بعكس الكمون وعكس الينسون قلنا الكمون والينسون من النباتات الحساسة للري بينما النعناع من النباتات المحبة للري علشان كده يفضل اننا مقللش كمية الري عند زراعة النعناع يبقى قلنا لأن النعناع من النباتات المحبة للماء وقلة الراي لو حصل قلة في الراي إلا هيحصل هيؤدي إلى نقص المجموع الخضري وبالتالي إلا هيحصل قلة الزيت العطري بنسبة كبيرة لأن أنا عندي هنا الجزء المستخدم في النعناع الأوراق أو النمو الخضري فأنا يفضل عدم قلة الراي أثناء زراعة النعناع بعد كده لو جاء قال لي راعة عند حش البردقوش أن يوضع في مناشر مزللة طبعا إحنا بنعمل عملية حش للبردقوش وبعد كده بعمله عملية تكفيف أن أنا بضعه في مناشر علشان تتم عملية التكفيف هنا يفضل أن أنا مضعش البردقوش في مناشر مشمسة لازم أن أنا أضعه في مناشر مزللة علشان أحافظ على اللون الأخضر وعلشان لو أنا حطيته في مناشر مشمسة كده حيقلل من كمية الزيوت العطرية فأنا علشان أحافظ على اللون الأخضر وأحافظ على نسبة الزيوت الطيارة أو نسبة الزيوت العطرية بعد كده لو جاء قال لي راع عدم زيادة الرطوبة في الكمون لأن أنا هنا قلت لأن أنا في بداية كلامي قلت الكمون وقلت اليانسون من النباتات الحساسة للرأي في الحالة دي لو في زيادة رطوبة بتؤدي إلى الزبول وموت النباتات يبقى يرع عدم زيادة الرطوبة في الكمون قلت لأن لو زادت الرطوبة إلا حيحصل هيؤدي إلى الزبول وموت النباتات بعد كده في سؤال برضو علن يتم تقليع النباتات في الكراوية في الصباح الباكر وقبل تطاير الندى يعني الكلام ده أنا بعمله في الكراوية بعمله في الكمون بعمله في اليانسون إن أنا أجمع في الصباح الباكر وقبل تطاير الندى ليه السبب حتى لا تنفرد البزور بعد كده ممكن يجي يقول لي عند إجراء عملية الترقيع يراعي عدم التأخير في هذه العملية حتى تتجانس النباتات في النمو قلنا يعني إيه ترقيع إن أنا بعمل عملية زراعة للجوار الغائبة فيفضل إن أنا الأماكن بعد عملية الإنبات إن أنا بشوف لو في أماكن بتكون فضية ببتدي إن أنا أزرعها حتى تتجانس النباتات النباتات كلها تكون متجانسة في النمو بعد كده بيقول لي يراعى تكبيس التربة عند إجراء عملية الخف طبعا إحنا عارفين إن عملية الخف بعد عملية الزراعة إن ببتدي إن أنا أخف النباتات اللي هي بتكون موجودة في الجورة بعد ما بعمل عملية الخف لازم بعد بعمل عملية تكبيس للتربة يعني إيه تكبيس للتربة ببتدي إن أنا أضغط على التربة حتى لا تتخلخل الجزور بعد كده بيقول لي يراعى عند استخدام المبيدات في مقاومة الآفات والأمراض يوقف الرش قبل تمام الجمع والحصاد بشار لإن أنا عندي النباتات طبعا إن أنا في آفات وفي أمراض بتصيب النباتات الطبية والعطرية فيراعى قبل عملية الجمع والحصاد بشار إن أنا بقف إن أنا مرشش المبيدات اللي أنا بستخدمها سواء في مقاومة الآفات والأمراض السبب تفادياً لوجود متبقيات من المبيدات في الحالة دي اللي هيحصل لو موجود متبقيات من المبيدات في الحالة دي إن ممكن يحصل ضرر للنبات وفي الحالة دي بيقلل من جودة النبات حنتكلم النهاردة عن حبة البركة اللي هي الحبة السوداء بالنسبة عندي حبة البركة أو الحبة السوداء أوصل رسول صلى الله عليه وسلم بحبة البركة طبعاً في حديث قالوا الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل ده إلا السام يعني إلا الموت يعني سيدنا محمد كان بيتناول حبة البركة بإن كانت تقول السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع بضع من حبة البركة ويقوم بفرقها باليد ثم بعد ذلك يتم سفها وبعد ذلك يتناول الماء طبعاً حبة البركة بتكون مفيدة جداً لها أهمية طبية وليها أهمية علاجية بالنسبة لحبة البركة إن هي بتقوي جهاز المناعة وبتقوي الزاكرة وطبعاً لها استخدامات كتير إن أنا ممكن بستخدمها في صناعة الخبز إن أنا بستخدمها في تحصين الطعم والنكعة إن أنا بستخدم حبة البركة بنستخدمها في صناعة المفتاقة إن أنا ممكن بستخدم زيت حبة البركة بيدخل في صناعة الأدوية اللي بتكون لها علاقة بالقحة السعال الرابو بيستخدم برضو زيت حبة البركة كمسكن للمغص كطارد للغازات بيستخدم برضو كمدر للبول وبرضو بيستخدم في علاج الأمراض الجلدية تعالوا نشوف الوصف النباتي لنبات حبة البركة ده بيكون شكل نبات حبة البركة بيبع العائلة الشقيقية ده بيكون نبات عشبي حولي يبقى بالنسبة لحبة البركة بيكون نبات عشبي حولي يعني ايه نبات عشبي حولي؟ نبات بيقعد فترة أو دورة حياته فترة معينة وتنتهي دورة حياته طبعا اي نبات بتبتدي حياته من بداية الزراعة ان انا هنا حبة البركة بزرع بالبزرع ثم بعد ذلك نمو خضري ثم بعد ذلك يعطي سمار ثم ازهار ثم يعطي سمار ثم يعطي بزور وبذلك تكون انتهت دورة حياته بالنسبة عندي هنا البركة ان انا بزرع البركة في شهر اكتوبر ونوفمبر وبعد كده بعمل عملية الحصاد في شهر ابريل وبذلك تكون انتهت دورة حياته علشان كده بنقول نبات عشبي حولي يبقى نبات عشبي حولي يصل ارتفاعه الى 60 سنتي بيكون غزير التفريع الاوراق هنا بتكون مفصصة وبتكون مجزئة الى اجزاء خيطية زي ما حضراتكم كده شايفين شاكل الاوراق بتكون مفصصة وبتكون مجزئة الى اجزاء خيطية بعد كده ده بيكون شاكل الزهرة عندي الازهار بتكون بيضاء بتكون مشوبة باللون الازرق بيكون موجود فيها لون ازرق السمار بتكون عبارة عن علبة او كابسولة بتحتوي على عديد من البزور السوداء التي لها رائحة عطرية مميزة يبقى بالنسبة عندي هنا الازهار بتكون بيضاء يبقى الازهار في حبة البركة بتكون شكلها ابيض زي ما حضراتكم كده شايفين بيكون موجود فيها لون ازرق السمار بتكون عبارة عن علبة او كابسولة بتحتوي على العديد من البزور السوداء ده بيكون لها رائحة عطرية مميزة بالنسبة عندي الاهمية الاقتصادية والطبية لحبة البركة ان بتستخدم منز القدم كمحسن للطعم والنكهة في العديد من الاغذية وبتستخدم في صناعة الخبز وبتستخدم في صناعة المفتقة وبيستخدم زيت حبة البركة في العديد من الادوية اللي بتستخدم في علاج الكوحة في علاج السعال في علاج الربو بتستخدم كمحسن للمغص وطارد للغازات ومدر للبول واللعاب والعديد من الامراض الجلدية يبقى ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي تكلم عن حبة البركة من حيث الاهمية الاقتصادية والطبية يبقى ان الاهمية الاقتصادية والطبية ان هي بتستخدم في تحسين الطعم والنكهة بتدخل في صناعة الخبز بستخدمها في صناعة المفتقة قلت زيت حبة البركة بيدخل في صناعة الادوية مثل الكوحة والسعال والربو بيستخدم زيت حبة البركة كمسكن للمغص طارد للغازات مدر للبول وبيستخدم في العديد من الامراض الجلدية بعد كده ايه هي المواد الفعالة الموجودة في حبة البركة بالنسبة عندي حبة البركة بيكون موجود في زيوت سبتة وبتكون موجود في زيوت طيارة طيب نسبة الزيوت السبتة هنا كام الزيوت السبتة في حبة البركة 30% بينما الزيوت الطيارة بتحتوي من 1 الى 1.5% يبقى تحتوي البزور على زيت سابت تصل نسبته الى 30% لانه ممكن يجيلي في الامتحان تصل نسبة الزيوت السبتة في حبة البركة الى نقط يبقى الى 30% بينما الزيوت الطيارة من 1 الى 1.5% بالنسبة بيحتوي الزيت على مادة النجلون دي بتكون مادة مرة الطعم يبقى ممكن يجيلي في الامتحان بتحتوي حبة بزور حبة البركة على مادة نقط يبقى مادة النجلون قلنا ان هي مادة بتكون مرة الطعم بعد كده عندي التربة المناسبة ايه هي التربة المناسبة لزراعة نبات حبة البركة بالنسبة لنبات حبة البركة ممكن ان انا ازرعه فيه جميع انواع الاراضي لكن فيه اه تربة بتديني اعلى انتاج يفضل ان انا ازرع فيها نبات حبة البركة اه زي التربة الصفراء الخفيفة جيدة الصرف الغنية بالعناصر الغذائية اه بس لا يفضل ان انا ازرع اه نبات حبة البركة في الاراضي الملحية او ان انا اروي النبات بمية تحتوي على املح يبقى بالنسبة عندي هنا التربة المناسبة يبقى فيه جميع انواع الاراضي لكن بيفضل ان انا ازرع نبات حبة البركة في الاراضي ايه في الاراضي الصفراء الخفيفة جيدة الصرف ولا ينصح طبعا بزراعتها في الاراضي الملحية او ان انا اروي اه بمياه تحتوي على نسبة من الاملح اه دي بالنسبة للتربة المناسبة اه بعد كده عندي معايد الزراعة انا بزرع حبة البركة في شهر كام بزرع حبة البركة في اكتوبر ونوفمبر يبقى في نباتات انا خدتها اتكلمت عنها معايد الزراعة في اكتوبر ونوفمبر قلنا ان نعناع ممكن ان انا في العروة الشتوية ان انا ممكن ازرعه في اكتوبر ونوفمبر في عندي البردقوش برضو بزرعه في اكتوبر ونوفمبر وفي نباتات العائلة الخيمية الكمون الكراوية اليانسون الكسبرة بزرعهم في اكتوبر ونوفمبر وحبة البركة بزرعها في اكتوبر ونوفمبر لان بيجيلي في الامتحان تكلم عن نبات حبة البركة من حيث معاد الزراعة ان انا بزرع حبة البركة امتى يبقى بزرعها في اكتوبر ونوفمبر بس لا يفضل ان انا اتأخر في زراعة نبات حبة البركة عن شهر اكتوبر ونوفمبر لان انا لو اتأخرت كده بيحصل ضعف للنمو الخضري وبالتالي الا هيحصل قلة المحصول يبقى معايد الزراعة يبقى بزرع حبة البركة في شهر كم وكام بزرعه في اكتوبر ونوفمبر ويفضل عدم التأخير في الزراعة حتى لا يؤدي الى ضعف النمو الخضري وبالتالي يؤثر على المحصول الناتج طبعا بيؤدي الى قلة تكوين السمار وبالتالي قلة تكوين البزور لان انا بستخدم في حبة البركة ايه ممكن يجي في الامتحان يقول لي ايه هو الجزء المستخدم في نبات حبة البركة يبقى الجزء المستخدم ان انا بستخدم البزور طب ايه الجزء المستخدم في نباتات العائلة الخيمية اللي هي السمار اللي انا باخد منها البزور بعد كده عندي كمية التقاوي بالنسبة لكمية التقاوي انا بزرع فدان بيحتاج قد ايه من البزور بيحتاج من 3 الى 4 كيلو جرام من البزور يبقى ان النبات حبة البركة بزرعه بالبزرع طب انا بزرع في شهر كم بزرع في شهر اكتوبر ونوفمبر طب انا عايزة ازرع فدان بيحتاج قد ايه من البزور بيحتاج من 3 الى 4 كيلو جرام من البزور الحديثة الخالية من الاصابة الحشرية والمراضية بس يفضل ان انا ازرع النبات حبة البركة بالبزور الحديثة لان هي بتكون الحيوية بتاعتها بتكون عالية في الحالة دي هتديني نسبة انبات مرتفعة طب لو حصل ان انا زرعت بزور مخزنة اللي هيحصل حتقل حيوية البزور وبالتالي نسبة الانبات هتكون منخفضة علشان كده يفضل ان انا ازرع نبات حبة البركة ان انا ازرعها تكون البزور حديثة النمو بعد كده زي ما احنا قلنا طرق التقاصر ان انا بزرع حبة البركة بزرعها بالبزور طبعا كلنا عارفين الحبة السوداء حبة البركة شكل البزور بيكون كده بيكون لونها اسود زي ما حضراتكم كده شايفين شكل البزرع ده بيكون شكل الزهرة وبتكون موجود فيها البزور لان احنا قلنا السمرة بتكون عبارة عن علبة او كابسولة بتحتوي على البزور طبعا انا اهم حاجة عندي في حبة البركة البزور والبزور يكون لونها اسود بعد كده عندي طريقة الزراعة انا بزرع نبات حبة البركة ازاي طبعا طريقة الزراعة احنا تكلمنا عنها سواء في الياسمين البلدي سواء في العطر سواء في البردقوش سواء في نباتات العائلة الخيمية وهنتكلم عنها الاساس في طريقة الزراعة ان انا بعمل عملية حرص للطربة وبعد كده ايه اللي بيحصل بعمل عملية الحرص وبعد كده بضيف الاسمدة طب بضيف قد ايه اسمدة بضيف 20 متر مكعب سماد عضوي بضيف 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده وبنقول كل مرة ان السماد العضوي وسوبر فوسفات الكالسيوم ان انا بضيفهم قبل الزراعة او اثناء اعداد الارض للزراعة قلنا ليه لان هي بتكون بطيئة التحلل يبقى بعمل عملية حرص للطربة بضيف السماد العضوي بمعدل 20 متر مكعب ممكن بزود الكمية تصل الى 30 متر مكعب سماد بلدي للفدان بضيف 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم بعد كده بعمل عملية تخطيط للارض بخطط بمعدل كام بمعدل 12 خط في القصبتين يبقى هنا التخطيط بيكون بمعدل 12 خط في القصبتين وبعد كده بزرع النباتات بزرع البزور البزور في جور بزرعة في جورة بتكون المسافة بين الجورة والاخرى بتكون 20 سنتي هنا بالنسبة لحبة البركة ان انا طبعا بعمل الخطوط 12 خط وابتدي ان انا ازرع البزور في جورة بزرع حوالي من 4 الى 5 بزور في الجورة وبسيب مسافة بين الجورة والاخرى 20 سنتي بعد كده طبعا لسه السؤال ده انا ايلاه ممكن يجيلي في صورة تعلل يجب ان تكون البزور حديثة الانتاج اي ناتجة من نفس العام قلت ان انا ما بستخدمش بزور مخزنة قلت ليه لان البزور المخزنة لا اكثر من عمق اللي بيحصل هتقل الحيوية وبالتالي النباتات هتكون ضعيفة ده بالنسبة لطرق الزرع بعد كده عندي عمليات الخدمة زي برضو ما احنا متعودين ان احنا كل مرة في كل نبات من النباتات اللي احنا اخدناها في الحلقات السابقة ان احنا بنتكلم عن عمليات الخدمة بعد الزراعة اول حاجة انا بعملها في عمليات الخدمة بعمل الترقية يبقى اول حاجة في عمليات الخدمة الترقية ممكن يجيلي في اي نبات تكلم عن نبات حبة البركة تكلم عن الترقية في نبات حبة البركة هنا بالنسبة للترقية طبعا احنا قلناه في الحلقات السابقة يعني ايه ترقيع ان انا بعمل عملية زراعة للجور الغائبة يعني انا زي ما انا قلت في طريقة الزراعة بعد ما عملت تخطيط للارض وزرعت البزور في جور قلت بزرع من 4 الى 5 بزور وبتكون المسافة بين الجورة والاخرى 20 سنتي بعد ما عملت عملية الزراعة ابتدى يحصل انبات بلاقي ممكن في جورة بيكون مكانها فاضي ان البزور في الحالة دي لا تنبت في الحالة دي انا ببتدي ان انا ازرعها بس راعة ان انا ما اتأخرش في عملية الترقية ان انا اعمل الترقية بعد عملية الانبات مباشرة بمجرد ان انا الاقي البيدرات ابتدت ان هي تظهر في الحالة دي الاقي في جورة فاضية ابتدي ان انا اعمل لها الزراعة يبقى ممكن يجيلي في الامتحان يفضل اجراء عملية الترقية بعد عملية الانبات مباشرة يبقى حتى تتجانس النباتات في النمو تكون النباتات كلها متجانسة ومتشبهة في النمو بعد كده عندي عملية الخف بالنسبة لعملية الخف قلنا يعني ايه خف؟ الخف ان انا بعمل عملية خف للنباتات بعد عملية الانبات احنا قلنا ان احنا بنزرع في الجورة من اربعة الى خمس بزور ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ممكن الاربعة او الخمس بزور ابتدى ان هما يحصل لهم انبات في الحالة دي ببتدي ان انا اخف ان انا اترك في الجورة نباتين ليه؟ علشان يساعد على النمو الخضر بالنسبة هنا يبقى هنا الخف ان انا بسيب نباتين في الجورة طبعا انا بعمل عملية الخف بعمل ايه؟ ان انا بعمل عملية ازالة للنباتات الضعيفة ومع ترك النباتات القوية طبعا احنا قلنا انا في سؤال علل قلته في عملية الخف يروع بعد عملية الخف تكبيس التربة يعني ايه تكبيس التربة؟ ان انا اعمل عملية ضغط على التربة لحتى لا تتخل خل الجزور لانه ممكن في الحالة دي وانا بعمل عملية خف وبشيل النباتات الضعيفة ممكن يحصل خلخالة للجزور النباتات اللي هي بتكون موجودة فعلشان كده يجب ان انا بعمل عملية تكبيس للتربة وبعد عملية الخف تتم عملية الراي وبعد برضو عملية الترقية تتم عملية الراي بعد كده عندي العزيق طبعا العزيق ده بيكون من العمليات المهمة لانا لازم ان انا اعملها في كل نبات هنا اهمية العزيق التخلص من الحشائش التي يحصل فيها تنافس للمحصول لان طبعا احنا عارفين ان الحشائش بتاخد الغذاء من النباتات اللي انا بكون زرعاها وممكن بتكون مقوى للآفات والامراض فعلشان كده يجب ان انا بعمل عملية العزيق ان انا اتخلص من الحشائش وبرضو اهمية العزيق ان انا بعمل عملية تسنيد للنباتات وبرضو لها اهمية في صد الشقوق وان انا بحافظ على الرطوبة الارضية يبقى لو جالي في الامتحان تكلم عن العزيق في اي نبات الغرض من العزيق ان انا بتخلص من الحشائش طبعا قلنا لان الحشائش بتنافس المحصول في الغذاء وانا بتكون مقوى للآفات والامراض قلت العزيق بتعمل على تسنيد النباتات بتعمل على سد الشقوق بتعمل على المحافظة على الرطوبة الارضية فيجب ان انا بعمل عملية عزيق لكل نباتات من النباتات الطبية والعطرية اللي انا بزرعها بعد كده هنتكلم عن الرأي طبعا بالنسبة للرأي هنا رأي نباتات حبة البركة ان انا بروي كل 21 يوم ده بيكون اسناء فترة النمو الخضري واسناء فترة التزهير بمجرد ان يبتدي ان النبات يكون اظهار وتبتدي عملية العقد في الحالة دي انا ببتدي ان انا اوقف الرأي يبقى لو جالي في الامتحان تكلم عن الرأي في نبات حبة البركة يبقى انا بروي كل 21 يوم ده بيكون امتى اسناء تكوين النمو الخضري واسناء تكوين الازهار وبعد كده بمجرد ان هو يكون اظهار ابتدي ان انا اوقف الرأي عند تكوين الازهار وعند بداية العقد بالنسبة عندي التسميد طبعا التسميد زي ما احنا عارفين ده بيكون من العمليات برضو الهمة للنباتات لان انا بضيف للنباتات العناصر الغذائية اللي بيحتاجها احنا طبعا في طريقة الزراعة قلت ان انا بعمل عملية حرص للارض ان انا بضيف اسناء اعداد الارض للزراعة بضيف 20 متر مقعب سماد عضوي وممكن ان انا بزود الكمية ان انا بضيف 30 متر مقعب سماد عضوي بضيف 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم زي ما احنا عارفين ان انا قلت في النباتات اللي انا باخد منها بزور او الجزء المستخدم فيها البزور انا بزود الاسميدة الفوسفاتية لان هي بتزود نسبة البزور كمية البزور طبعا زي ما احنا عارفين ان 20 متر مقعب 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم ده بضيفهم اسناء اعداد الارض للزراعة بعد كده انا بضيف ايه بضيف 150 كيلو جرام سوفات نشادر بضيف 100 كيلو جرام سوفات بوتاسيوم ده بضيفهم امتى بضيفهم على دفعتين الدفعة الاولى بتكون بعد عملية الخف الدفعة التانية بتكون بعد شهر من الاولى يبقى ممكن يجيلي في الامتحان تكلم عن حبة البركة يبقى السؤال بيجي في دوق دراستك لنبات حبة البركة تكلم عن كمية التقاوي يبقى ان كمية التقاوي من 3 الى 4 كيلو جرام ممكن يقول لي تكلم عن معاد الزراعة انا بزرع نبات حبة البركة امتى بزرعه في اكتوبر ونوفمبر ممكن يقول لي ايه هو طرق التقاصر ازاي انا بزرع نبات حبة البركة بزرع نبات حبة البركة بالبزرة وقلنا يفضل ان تكون البزرة تكون حديثة الانتاج لان لو بزور مخزنة اللي بيحصل بتقل الحيوية وبالتالي بتقل نسبة الانبات ممكن برضو تكلم عن نبات حبة البركة من حيث التسميد يبقى قلت التسميد ان انا بضيف 20 متر مقعب سمات بلدي وبضيف 3 او وبزود الكمية 30 متر مقعب سمات بلدي او سمات عضوي بضيف 200 كيلو جرام سوبر في صفات الكالسيوم ده بضيفهم قبل الزراعة او اثناء اعداد الارض للزراعة بعد الزراعة اللي بضيفه بضيف 150 كيلو جرام سلفات نشادر بضيف 100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم ده طبعا بضيفهم على دفعتين يبقى بالنسبة هنا الاسميدة الكيميائية ان انا بضيفها على اكتر من دفع لانه ممكن يجيلي في الامتحان ان انا اضيف الاسميدة الكيميائية او الكيميائية دفع واحدة يبقى الكلام ده غلط لان انا بضيف الاسميدة على اكتر من دفع هنا في حبة البركة ان انا بضيفها على دفعتين الدفع الاولى دي بتكون بعد عملية الخف الدفع التانية دي بتكون بعد شهر من الاولى بعد كده عندي عملية الجامعة والحصاد بالنسبة انا ايه عملية انا بجمع حبة البركة امتى انا بجمعها في شهر ابريل تب بالنسبة بجمعها هل بيكون قبل النطق ولا بعد النطق بجمعها بعد نطق السمار وتحول اللون الى اللون الاصفر يبقى لون السمار في الحالة دي هيكون لونه اصفر لكن انا عايزة لون البزور اللون الايه اللون الاسود ونطق البزور وتحول لونها الى الاسود ويمكن معرفة انا عايزة اعرف اذا كان البزرة تحولت الى اللون الاسود ولا لا ان انا بعمل فاتح للصمرة بشوف بفتح الصمرة علشان اشوف اذا كان لون البزور تحولت الى اللون الاسود ولا لا بمجرد ان انا بلاقي البزور لونها اسود يبقى كده تمت عملية النطق وبتم عملية الجامع يبقى الجامع والحصاد بجمع السمار لما بيتحول لونها الى اللون الاصفر البزور يتحول لونها الى اللون الاسود انا عايزة اعرف اذا كانت البزور تحولت لونها الى اللون الاسود ولا لا بعمل عملية فتح للصمرة وبشوف اذا كانت البزور تحولت الى الاسود يبقى معنا كده تمت عملية النطق في الحالة دي بعمل عملية حش للنباتات بحش النباتات وبعد كده بعملها طبعا زي ما احنا عارفين ان انا عايزة اعمل عملية تكفيف يبقى بيتم حش النباتات وبعد كده ببتدي ان انا نقله الى المناشر طبعا زي ما احنا عارفين قلنا المناشر اللي انا هجفف فيها لازم تكون مناشر نظيفة هنا بالنسبة للنبات حبة البركة اننا بضعوا في الاماكن المشمسة برضو نباتات العائلة الخيمية الكمون الكراوية الينسون القصبرة قلت برضو بضعوا في مناشر بتكون مشمسة يبقى هنا بيتم حشي النباتات ثم توضع في مناشر مشمسة وبعمل عملية التقليب حتى تمام الجفاف بعد ما تبتدي النباتات ان هي تجف اللي بيحصل بعمل لها عملية دريس او بعمل لها عملية فاصل البزور عن السمار وبعد كده بعمل عملية غربلة بعمل عملية غربلة ليه علشان ابتدي ان انا اشيل الشوائب اللي هي بتكون موجودة وبعد كده باخد البزور بعبيها في اجويلة من الخيش وبعد كده بحطها فين بحطها زي ما احنا قلنا قبل كده ان انا بحطها في مكان بيكون جيد التهوية وان انا لما يجي احط الاجولة ان انا محطهاش ملامسة للارض للمحافظة طبعا على البزور من الرطوبة الارضية ده بالنسبة للجامعة والحصات يبقى حقول تاني الجامعة والحصات ممكن يجيلي في الامتحان تكلم عن نبات حبة البرقة من حيث الجامعة والحصات يبقى باجمع البزور لما بيصل لونها الى اللون الاصفر قلت باجمع البزور لما بيصل لونها الى الاسود قلت ازاي انا بعرف اذا كانت تمت عملية النوت ان انا بفتح السمرة وتأكد من تحول لون البزور الى اللون الاسود بعد كده بعمل عملية تقليع للنباتات وحشها وبعد كده بنقلها الى المنشر وتترك في الشمس مع التقليب حتى تمام الجفاف ثم تدرس النباتات وتغربل للتخلص من بقايا النباتات والاتربة وتعبق في اجولة من الخش النظيف وتخزن في مخازن بتكون جيدة التهوية ده بالنسبة عندي الجامعة والحصات في نبات حبة البرقة بعد كده عندي كمية المحصول كمية المحصول زي ما احنا قلنا قبل ما نقول كمية المحصول انا هقول انا زرعت قد ايه ايه هي كمية التقاوي اللي انا زرعت بيها نبات حبة البرقة انا زرعت كمية التقاوي من 3 الى 4 كيلو جرام من البزور طب هنا كمية المحصول قد ايه ادتني كمية محصول قد ايه من 700 الى 1000 كيلو جرام من البزور ده بيكون للفدان يبقى كمية التقاوي للفدان يعني بيحتاج قد ايه الفدان كمية بزور من 3 الى 4 كيلو جرام طب هو الداني قد ايه ايه يا كمية المحصول من 700 الى 1000 كيلو جرام من البزور ده بالنسبة لكمية المحصول طبعا الحاجات دي مهمة جدا زي ما انا قلت السؤال بيجي في ضق دراستك او تكلم عن نبات حبة البركة من حيث طرق الزراعة من حيث ايه المعاملات ما بعد الزراعة ممكن يجي يقول لي ايه هو تكلم عن التسميت في نبات حبة البركة تكلم عن الترقيع تكلم عن الرأي قلنا كمية التقاوي قلنا طرق التقاصر قلنا طرق الزراعة ممكن يجي يقول لي كمية المحصول يبقى كمية المحصول من 700 الى 1000 كيلو جرام من البزور بالنسبة عندي هنا استخلاص زيت حبة البركة ازاي انا بستخلص زيوت حبة البركة طبعا في بداية الحلقة انا قلت زيت حبة البركة بيدخل فيه صناعة الادوية اللي انا بستخدمه فيه صناعة السعال صناعة القحة صناعة الرب ان انا ممكن بستخدم زيت حبة البركة كمسكنة للمغص قطارد للغازات مدر للبول بيستخدم في علاج الأمراض الجلدية طبعا قلنا نبات حبة البركة أو بزور حبة البركة بتكون لها أهمية طبية عديدة جدا بالنسبة هنا إزاي أنا بستخلص زيت حبة البركة أول حاجة بيتم استخلاص زيت حبة البركة عن طريق طبعا هو معروف أن هم كانوا بيستخلصوا زيت حبة البركة عن طريق العصر البارد بعد كده بيتم استخلاصه في طريقة تاني عن طريق المذبات العضوية يعني المذبات العضوية في عندي أمثلة لها زي الهكسان ده إن أنا بجيب بزور حبة البركة إن أنا بعمل لها جرش بعمل لها عملية طحن وبعد كده بحطها في المذبات العضوية اللي هو وليكن الهكسان وأبتدي إن أنا أحط البزور وأحطها في استنلس في أوعية من استنلس وبعد كده ببتدي عملية التقليب دي بتكون لمدة من 6 إلى 8 ساعات ببتدي إن أنا أقلب لمدة من 6 إلى 8 ساعات وبعد كده ببتدي إن أنا أغير المذيب يبقى إحنا اتفقنا إن المذيب اللي هي المذيبات العضوية اللي هو زي الهكسان بعمل جرش للبزور أو طحن لبزور حبة البركة أبتدي إن أنا أحطها في المذيب وأبتدي عملية التقليب لمدة من 6 إلى 8 ساعات بعد كده ببتدي إن أنا أغير المذيب عدة مرات بغيره عدة مرات وبعد كده بعمل عملية أنا عايزة اللي يهمني إن أنا أستخلص الزيوت السبتة من بزور حبة البركة بعمل عملية تبخير بعد كده بعمل عملية تبخير ضغط منخفض على درجة حرارة من 35 إلى 40 درجة مئوي إن أنا أتخلص من المذيب لما أتخلص من المذيب إلا هيحصل هيتبقى الزيوت السبتة مع الزيوت الطيورة لأن إحنا في بداية الكلام قلت بالنسبة للمواد الفعالة في بزور حبة البركة إن هي بتحتوي على زيوت سبتة بنسبة 30% وبتحتوي على زيوت طيورة بنسبة من 1 إلى 1.5% يبقى بالنسبة هنا عندي استخلاص الزيوت إن أنا بيتم استخلاص زيت حبة البركة عن طريق العصر البارد أو بستخلصه عن طريق المذيبات العضوية بيتم جرش بزور حبة البركة وتوضع فيه أوعية من الستانلس وبعد كده بيتم عملية التقليب من 6 إلى 8 ساعات وبعد كده ببتدي إن أنا أغير المذيب عدة مرات وبعد كده بعمله عملية تبخير تحت ضغط منخفض على درجة حرارة من 35 إلى درجة مئوي علشان يتبقى الزيوت السبتة مع الزيوت الطيورة طب أنا عايزة استخلص الزيوت الطيورة بستخلصها زي عن طريق التقطير بالبخور لأنه ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي يتم استخلاص زيت حبة البركة عن طريق نقط يبقى أنا بستخلص الزيوت السبتة عن طريق العصر البارد أو عن طريق المذيبات العضوية طب أنا بستخلص الزيوت الطيورة عن طريق إيه؟ عن طريق التقطير بالبخور بعد كده ببتدي إن أنا بعمل عملية تبخير للزيوت الطيورة وبعد كده بضيف اللي هو ملحق كابريتات السوديوم اللامائية بعد ما بعمل عملية استخلاص الزيوت وبعمل عملية التبخير بضيف كابريتات السوديوم اللامائية بحيث إن لو في مية موجودة أو رطوبة موجودة في التربة يبتدي كابريتات السوديوم إن هي تتخلص منها وبعد كده بحطها في أوعية بتكون غامقة اللون ليه غامقة اللون؟ علشان ما يتفعلش الضوء مع الزيوت الطيورة اللي أنا حطاها في الزجاجة وبعد كده بتملأ عن آخرها طبعا بنملاها لآخرها ليه علشان برضو ما يحصلش تفاعل للخواص الطبيعية والكيميائية للزيوت العطرية وبعد كده ببتدي إن أنا أقفلها وبحطها على درجة حر ده بالنسبة عندي استخلاص زيت حبة البركة تعالوا بقى نقولوا يبقى هنا قلنا يتم استخلاص الزيت من بزور حبة البركة عن طريق العصر البارد وهي الطريقة المتبعة منذ زمن وبرضو بستخلص عن طريق المزيبات العضوية الطيورة قلت في أمثلة زي الهكسان بيتم جرش البزور وتوضع في أواني من الستانلس طيل مع التقليب المستمر وإن المدة تقدي إيه لمدة من 6 إلى 8 ساعات وبعد كده ببتدي إن أنا أغير المزيب عدة مرات ويأخذ المزيب بعد ذلك ويتم تبخيره لأننا اللي همني في الحالة دي أنا عايزة الزيوت السابتة ويتم تبخيره تحت ضغط منخفض على درجة حرارة 35 إلى 40 درجة مئوي حتى يتطاير المزيب اللي هيتبقى هيتبقى الزيوت السابت مع الزيوت الطيارة ده بالنسبة عندي استخلاص زيت حبة البركة هنا بيقول لي برضو أنا الكلام ده قلته عند الرغبة في استخلاص الزيوت الطيارة بيتم جارش البزور وبس تخلصه عن طريق إيه؟ يبقى عن طريق التقطير بالبخار يبقى لأنه ممكن يجيلي في الامتحان يتم استخلاص الزيوت الطيارة في بزور حبة البركة عن طريق التقطير بالبخار وبعد استخلاص الزيت يتم تكفيفه بإضافة ملح كابريتات السوديوم اللامائية قلنا ليه كابريتات السوديوم اللامائية؟ لأنه ممكن يجيلي علل ليه؟ أنا بضيف كابريتات السوديوم اللامائية للتخلص من الماء والرطوبة اللي هي بتكون موجودة في الزيوت الطيارة بعد كده بعمل عملية ترشحة وتخزن في زجاجات بتكون غيماءة اللون قلت علشان ما تفعلش الضوء ومعنى كده ممكن يغير من الخواص الطبيعية والكيميائية للزيوت الطيارة وقلنا برضو نفس السبب أن بتكون مبلوغة عن آخرها برضو حتى لا يحدث برضو التلوث في الخواص الكيميائية والطبيعية وبتكون محكمة الغلق في درجات حرارة منخفضة من 4 إلى 5 درجة مئوي وتوضع في السلائل بالنسبة عندي إيه هي المواصفات الخاصة بالتصدير أول حاجة إيه هي المواصفات الخاصة أن أنا أصدر نبات حبة البركة أن تكون يجب أن تكون السمار سليمة ونظيفة تاني حاجة زيت رائحة طبيعية وخالية من الإصابة بالحشرات التي تقل نسبة الزيت الطيار عن 1% بالنسبة للمواصفات الخاصة بالتصدير نبات حبة البركة يجب أن تكون السمار سليمة ونظيفة زيت رائحة طبيعية وخالية من الإصابة بالحشرات التي تقل نسبة الزيت الطيارة عن 1% هذا بالنسبة للمواصفات الخاصة بالتصدير طبعاً إحنا قلنا المواصفات الخاصة بتصدير نباتات العائلة الخيمية طبعاً قلنا نفس الكلام أن تكون السمار سليمة ونظيفة قلنا زيت رائحة طبيعية خالية من الإصابة بالحشرات بس قلنا قلنا تقل نسبة الزيت عن 3% ده بيكون شكل زيت حبة البركة بعد كده عندي الأمراض والآفات بالنسبة برضو نبات حبة البركة نفس الأمراض والآفات اللي بتصيب نباتات العائلة الخيمية اللي احنا قلناها في العائلة الخيمية سواء كامون كراوية يانسون كسبرة بالنسبة عندي هنا الأمراض والآفات زي البياض الدقيقي مرض البياض الدقيقي ده بيصاب الأوراق بيظهر على السطح السفلي لنصل الأوراق والحوامل النورية اللي بيحصل بيحصل ضمور للنباتات طب أنا بعلجه ازاي بعلجه باستخدام الكابريت الماكروني رشا على النباتات بمعدل 2.5 في الألف يبقى بالنسبة للبياض الدقيقي طبعا بيكون فيه بتكون بقع بتكون لونها أبيض على السطح السفلي ده بيؤدي إلى ضمور النباتات بعلجه ازاي عن طريق الكابريت الماكروني برشه على النباتات بمعدل 2.5 في الألف بعد كده عندي المن بالنسبة للمن دي بتكون قافة برضو بتصيب نبات حبة البركة بيصاب النباتات في مرحلة التزهير بتمتص عصارة النباتات يبقى المن بيبتدي إن هو يمتص عصارة النبات اللي بيحصل بيحصل زبول وبيحصل موت للنباتات بيعالج طبعا باستخدام الصابون رشا على النباتات بتركيز لتر صابون لكل 100 لتر من الماء ده بيكون بمعدل 2 في الألف أو باستخدم الكابريت الماكروني بمعدل 2.5 في الألف بعد كده عند الأمراض الفطرية والبكترية بتصاب البيدرات وبتصاب النباتات الكبيرة البدرات اللي هي بتكون لسه صغيرة والنباتات الكبيرة بقعفين الجزور وعفا الصاق ويمكن طبعا إن أنا بقاوم البزور قبل الزراعة بالمبيض الفطري المناسب مثل فيتافاكس ده بيكون بتركيز من 2 إلى 3 جرام لكل كيلو جرام من البزور ويفضل برضو إن أنا بعمل اتباع للدورة الزراعية ويفضل إن أنا بنظم عملية الرأي وإتباع مواعيد الزراعة المناسب ده بالنسبة للأمراض الفطرية بالنسبة في الدرس العملي اللي هو بيكون التسميد طبعا إحنا تكلمنا عن التسميد إن أنا بضيف سوبر فوسفات الكالسيوم إن أنا بضيف سلفات ناشادر إن أنا بضيف سلفات بوتاسيوم طب أنا دلوقتي عايز أعرف إزاي أنا بضيف الأسميدة دي في بعض الأسميدة ممكن بتضاف سرسبة في خطوط أو ممكن إن أنا بضيفها تكبيش بجوار النباتات لإن ده بيكون جزء عملي هنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله طبعا النهاردة تكلمنا عن نبات حبة البركة وزي ما أنا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بحبة البركة أو الحبة السوداء وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل ده إلا السام اللي هو الموت طبعا قلنا لما لها من فوائد طبية وعلاجية عديدة قلت بتستخدم إن هي بتقوي جهاز المناعة بتقوي الزاكرة بتستخدم في صناعة الخبز بتدخل في صناعة الأدوية زي أدوية خاصة بالكوحة السعال الرابو بتستخدم كمسكن طرق للمغص طرق للغازات برضو بستخدمها في علاج الأمراض الجلدية كلمنا برضو عن قلنا معاد الزراعة أنا بزرع حبة البركة إمتى بزرعها في أكتوبر ونوفمبر طب أنا بزرعها بإيه؟ بزرعها بالبزرة طب كمية التقوي قد إيه من 3 إلى 4 كيلو جرام من البزول للفدان طب كمية المحصول قد إيه من 700 إلى 1000 كيلو جرام للفدان كلمنا عن المواصفات الخاصة بالتصدير وقلنا أن تكون السمار سليمة ونظيفة وأن تكون زيتها رائحة طبيعية خالية من الحشرات واللي تقل نسبة الزيوت العطرية عن 1% وقلنا في الزيوت السبتة بتحتوي على 30% بزرع حبة البركة بتحتوي على زيوت سبتة بنسبة 30% وبتحتوي على زيوت طيارة بنسبة من 1 إلى 1.5% وبكده تكون انتهت حلقتنا وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته